لو بتفكر تشيري ريبوتز جديدة او سماعة الاسلكية او بلوتوز وات افر هتسميها ايه ومحتر من كتر الاختيارات الكتير اللي قدامك وبتلاقي برضو اسعار كتير افر ولما بتجيب السعر الرخيص بتلاقي السماعة بتكملش معك يدوب شهر شهرين السماعة حرفيا بتبتدي تقارفك سواء بقى في الكونكشن في الاتصال او الصوت اللي مش كويس فانا النهاردة جاي خلص لك كل الكلام ده وارشح لك سماعة ممتازة جدا تحت الالف جنيه وهتكون من شركة ريلمي والسماعة هي الريلمي بوتز اير تو نيو دي البوتز الصغيرة سماعة صغيرة بس جبارة هنتكلم على السماعة دي ايه بتقدم ليك ايه ومحتوياتها ايه وكمان المميزات والعيوب وتشتريها امتى وكل حاجة طبعا هنتكلم عنها بالتفصيل في الفيديو ده تابع الفيديو الاخر عشان هتكون دي خلاصة التجربة لسماعات كتير اوي واخيرا استقررنا على الريلمي بوتز اير نيو تو فمبدعيا كده لو جينا لمحتويات العلبة فنفتح العلبة ونشوف المحتويات بتاعتها اول ما بتفتح علبة الجهاز بتلاقي الشكل كالتالي بتلاقي السماعتين هنا في الاول وبتلاقي الجراب او البوكس موجود هنا فهنخرج بقى الكلام ده موجود فيها البوكس وبقى موجود السماعتين وموجود هنا طبعا الواصلة اللي انت بتشحم بيها والواصلة جاية هنا من نوع طيب سي طيب سي واصلة ممتازة جدا وموجود كمان معك ثلاث اختيارات بمقاسات مختلفة للجلدة اللي هي بتبقى في الودن على حسب طبعا الودن بتاعتك ودي هيخلينا نيجي الاول نقطة من ضمن المميزات السماعة دي ان هي بتكون مسكة كويس جدا في الودن مش بتاع بسهولة وكده تقريبا بيكون منظر السماعة وهي في ودنك يعني سماعة كويسة جدا في الودن انت حاول بس ازغبط الليفت والريت سواء اليمين او الشمال وبرده لو عكسو من الاتنين بركابة بس انت هتحس انها مش مظبوطة قوي تبقى مظبوطة اكتر طبعا في مكانها الطبيعي ومش بتاع بسهولة خالص حتى لو انت سايق بقى الناس بتسوق بتجري مش عارف ايه هكون كويسة جدا في ودنك بس يختار الجلدة المناسبة على حسب الودن بتاعتك شكل البطز غريب شوية لكن هو بيبقى جميل في الودن جميل في الودن مبقاش بايد اللي اتنين مش بيبقوا بينين لو انت مركبهم بالشكل ده سواء هنا او هنا اما لو انت بالفعل جبت السماعة ففي البداية انت مش محتاج تعمل اي حاجة غير ان انت بتحط السماعات في مكانها الطبيعي الطبيعي وتفتح بس العلبة كده والتماتيك افتح البلوتوزة عندك هتلاقي فيه كونكت جالك من ريلمي والريلمي بلزي هتتصل بكل سهولة والنقطة الاتصال بتاعتها ممتزة جدا ودي من احسن حاجات اللي عجبتني في السماعة دي ان الاتصال بتاعها او الاقترام بتاعها سهل جدا هي اوتوماتيك بتعمل بير على او كونكت على الموبايل عندك على البلوتوز بتاعك بكل سهولة ويمكن النقطة دي بعاني منها كتير اوي في حاجات كتير بعاني والله فيه سماعات على مانة بس عشان اتصل او اعمل مقارنة او تعمل كونكت فبتشلني فدي ممتزة جدا في النقطة دي هتيجي بقى نقطة او عزل الضوضاء او الدوشة موجود طبعا الكلام ده سواء عزل الضوضاء او الدوشة او موجودة في السماعة دي والخاصية دي بتبقى موجودة في السماعات اللي هي الغالية اوي فاندها اجلنا في السماعة تحت الالف جنيه فعدها ممتاز جدا من الريلمي ودي نقطة كواسة جدا بتقدر طبعا تبدل ما بين الوضع ده او الوضع ده انت السماعة في ودنك من ضمن الفيتشر اللي فيها او المميزات اللي فيها اه ضغطتين اه بتعمل بوس بتوقف او بتشغل الميوزك او الايا كانت الصوتيات اللي انت بشغلها او الفيديو اللي انت بشغله اه طلت ضغطات بتقلب اما بقى لو حد بتصل عليك فضغطتين بتفتح نفس الكلام لو انت بتتكلم ضغطتين بتفصل المكالمة اما لو حد انت عايز تكنسل عليه المكالمة بيتصل بك وعايز ترجج المكالمة او تكنسلها فبس اللامسة كده مطولة لمدة ثانيتين تلاتة دي بتفصل معك المكالمة اما لو عايز تحول ما بين الاوضاع ف يعني اللامسة كده سماعة لمدة ثانيتين بتحول معك الوضع ما بين الوضع العزل او الوضع النورمال الطبيعي فيه كمان الابليكيشن بتاع ريلمي ريلمي لينك ممكن تنزله وتخش عليه بيديك مميزات اكتر كمان بيعرفك ان انت تقدر تحول ما بين الصوتيات سواء وضع الوضع العادي بتقدر تغير كتير ميزاك كتير في الصوتيات بتقدر تعرف منه مستوى السماعة هي وصلت لكام دلوقتي الشحن بتاعها والكيس قد ايه يعني بتديك اوبشنات حلوة ده موجود من خلال الابليكيشن بتاع ريلمي لينك من الحاجات كمان الحلوة في السماعة دي ان هي المادة بتاعها كبير جدا المادة بتاعها بجد بعيد قوي هو مكتوب انها 10 متر لكن بصراحة اكتر من 10 متر يعني المادة بتاعها مميز قوي في النقطة دي وكمان بتدوم معك الصوت بقى او البطارية بتاعتها كويسة جدا يعني الشحن الواحدة للسماعات دي بتدوم معك كمتوسط خمس ساعات وده وقت ممتاز جدا بتشحم معك من ساعة ونص لساعتين كيس ده او البوكس ده بيشحم معك في حدود خمس مرات للسماعات وده كويس جدا فبتدوم معك لفترة كبيرة فبطاريتها كويسة الصوت بتاعها كويس الطبع الميوزك بتاعها كويس جدا اما بقى بالنسبة لصوت المكالمات وده اللي بيفرق بين سماعات كتير قوي سواء بقى السماعة دي او الاغلى منها او الارخص منها الصوت هنا لو انت قعد في مكان هادي سواء بقى في البيت او في مكان هادي الصوت ممتاز جدا واللي بيكلمك هيكون سامعك بكل وضوح ما فيش فيها اي مشكلة هي بس لعيب شوية لو انت ماشي في الشارع وفيه صوتيات كتير فيه صوت كتير وانت ساكت ما بتتكلمش بتبتدي تلم اسوات من اللي حواليك كتير وطبعا اللي بيكلمك بيسمع الاسوات دي لما بتتكلم الصوت اي نعم بيبقى واضح لي لكن برضو هي بتلم معك صوت كتير والنقطة دي يعني هي متوسطة فيها اللي هي سيئة ولا هي طبعا افضل حاجة لان فيه اعلى منها بكتير في النقطة دي يبقى بداية من اول ميزة قولنا في السماعة دي انت هتحسها ان الاتصال بتاعها سهل جدا انت بمجرد انت بتفتح السماعة كده بتفتح البوكس ده بتاتصل معك على طول لو ما اتصلتش ممكن فيه زرار هنا زرار باور هتضغط عليه لمدة ثلاث ثواني هييد معك اخدر طبعا اللمدة هنا اخدر لو اللمبة دي قلب احمر يبقى كده الشحن بتاعها تحت اشرين في المية طبعا وانت بتشحن بتدي هنا واميد لكن ما بتحسش قوي يعني مش هتعرف قوي ان كنا بتشحن ولا مش بتشحن فدي النقطة سلبية شوية فيها هو بس الواميد ده اللي هيبين لك ان هي شحنة لو الواميد ده واقف كده بقى ازرق بس او اخدر بس يبقى كده شحنة معاك من ديك احمر يبقى دي تحت عشرين في المية فطبعا انت بتلاقي قدامك الاختيارات كتير لكن انا اكيد ارشح لك الاربودز من رالمي الارنيو تو دي النيو تو في الارتو بس اللي هي الكبيرة اي نعم انا مفضل الكبيرة شوية عشان المكالمات لكن الكبيرة من دي حاس انها مش لطيفة مش عارف لي برغم الناس كتير شكروا فيها لكن السماعة دي ممتازة جدا وعن تجربة من افضل السماعات تحت الالف جنيه ده ممتاز جدا هتحسس ان انت فعلا دفعت فلوسك في حاجة تستاهل ما جبتش حاجة بتلتمائة جنيه بربعمائة جنيه شحرين وبتبوز منك وبتقرفك دي ممتازة جدا وفيها مميزات كتير زي ما احنا قلنا قلنا كده مميزات بتاعتها وايه اللي بيبقى موجود معها وكمان طريقة التشغيل بتاعتها قلناها فتقريبا كده كل حاجة قلناها فانا بتكلم كده في الفيديو بشكل سريع ومش محضر اي حاجة بقدردش بس معاكم كده بشكل تلقائي فاتمنى ان انا بكون مسقطش حاجة وبكون قلت كل حاجة لو في اي صفصار اكتبه لي في الكومنتات ومنساش تعمل لايك الفيديو اعمل سبسكرب واشتراك في القناة وزي ما قلتلكم اه معكم كومنتات لأي صفصارات او اي تشجيع او اي كلمة حلوة فبس كده اشتركوا في الفيديو الجهة على خير في رعاية الله